فيديو جديد وفيديو مميز عايزة ارحب بيكم معايا في فيديو النهاردة طبعا كالعادة هنشوف من خلال الفيديو ده مجموعة حديثة من الادوات المنزلية والافكار والحيل والمنظمات والاختراعات اللي هتساعدنا على ترتيب وتنظيم البيت والمطبخ واللي بتوفر علينا في الوقت والجهد وكمان بتساعدنا على استغلال المساحات الصغيرة سواء في التلاجة او في المطبخ او في البيت عموما وطبعا في نهاية الفيديو ده كالعادة هقولك على الطرق اللي هتقدري من خلالها تجيبي كل الادوات اللي انت محتاجاها ولو لست ما اشتركتش في قناتي اتمنى انك تدعميني وتعملي اشتراك للقناة ويا ريت كمان تفعلي جرس الاشعارات للكل عشان يوصلك اشعار بكل فيديو جديد ويومي بينزل على القناة ان شاء الله ويلا بينا بقى دلوقتي نبتدي الفيديو بتاعنا مع بعض ونشوف ونتعرف على الادوات اللي هتتعارض معانا في الفيديو ده وازاي نقدر ان احنا نستخدمها ونستفيد منها بعد كده تعالي نشوف مع بعض عندنا مجفف للخضار او الفكهة طبعا طريقة استخدامه سهلة جدا وبتساعدك ان انت تجففي مختلف انواع الخضار او الفكهة يعني مثلا لو انت عندك ملوخية او خاص او اي نوع من انواع الخضار او الفكهة تقدر ان انت تجففيه بكل سهولة وهنا عندنا منظم تقدر ان انت تنظمي به مشترك الكهرباء والداري من خلاله مختلف اسلاك الاجهزة او كل الاسلاك الكهرباء اللي بتبقى موجودة عندك وتقدر يتنظمي عليه جهاز الانترنت وتنظميه عندك على الوفي او تقدر ان انت تثبتيه على الجدار كده جنب الشاشة وهنا معانا الفرشة اللي بيجي فيها جزء مخصص تقدر ان انت تديفي فيه ستبون السائل وبعد كده تقدر ان انت تنظفي بيها المواعين وغير كده تصميمها عملي جدا ومش هتجرح ايديك وانت بتنظفي بيها المواعين وبيجي معها حامل تقدر ان انت تنظميها عليه بعد كده هنشوف عندنا ممساحة او اسفنجة تقدر ان انت تعصري منها كل المية وكل سوائل التنظيف اللي بتقى موجودة عليها بكل سهولة وغير كده بتكون صغيرة في الحجم وطريقة تصميمها بتساعدك جدا انك تنظفي بيها كل الاسطح او الاجهزة اللي بتبقى موجودة عندك في البيت بكل سهولة هنا عندنا حامل تقدر ان انت تثبتيه على الجدار بكل سهولة وتقدر ان انت تتحكمي بالحجم بتاعه على حسب حجم الجدار عندك وتنظم عليه مختلف احجام الفوت بتاعتك او الاحزاء الخاصة بالحمام وهنا هنشوف عندنا منظم تقدر ان انت تنظم فيه مختلف انواع الزيوت او السوسات وهو بياخد معاك تقريبا نص لتر من اي نوع زيت او سوس عاوزة تنظمي بيه بعد كده هنشوف مع بعض عندنا الاداة اللي بتساعدنا على فتح مختلف العبوات بطريقة سهلة وبسيطة جدا بعد كده هنا هنشوف عندنا رف او حامل تقدر ان انت تثبتيه على الجدار بكل سهولة وتنظم عليه مختلف الاحزاء اللي بتكون عندك هنا هنشوف مع بعض عندنا منظم للمطبخ تقدر ان انت تتحكمي بالحجم بتاعه بحيث ان هو يتناسب مع حجم حود المطبخ عندك وبعد كده تقدر ان انت تنظمي بيه ادوات تنظيف المواعين زي الليفة والسلكة او فوتوة المطبخ وهنا معنا اداة التنظيف او الفرشة اللي تقدر ان انت تثبتيها عندك على الحود وتنظفي بيها مختلف احجام الكبيات بكل سهولة وتقدر ان انت تحصلي من خلالها على افضل نتائج التنظيف زي ما هو ظاهر قدامك كده دلوقتي من خلال الفيديو وهنا بقى هنشوف عندنا الفرشة الثلاثة في واحد وهي بطراحة فرشة جميلة وعملية جدا تقدر ان انت تخصلي مختلف احجام الكبيات من جوه ومن بره من خلال الفرشة دي بطريقة سهلة وبسيطة جدا وهي بتساعدك انك تنظفي وتخسلي كل جانب في الكوباية او في المنظم او اي حاجة انت بتخسليها بيها بكل سهولة وبعد كده هنا هنشوف عندنا الجوانتي السيليكون ده طبعا الجوانتي ده تقدر ان انت تستخدميه في تنظيف الموعين وتستخدميه في مختلف التنظيفات اليومية اللي بنعملها في البيت وغير كده طبعا هو بيحافظ على ديك من المواد الكيموية او مواد التنظيف اللي بنستردامها في مختلف التنظيفات في البيت ودلوقتي هنشوف مع بعض شنطة تقدر ان انت تنظمي بيها كمية كبيرة جدا من الميكوب او مختلف اللوازم الشخصية بعد كده هنشوف مع بعض عندنا سلة تقدر ان انت تنظمي بيها الهدوم اللي بتكون مش نضيفة وهي بتيجي متوفر معاها سلة صغيرة تقدر ان انت تنظمي بيها الشربات او الملابس الداخلية زي ما هو واضح كده قدامك من خلال الفيديو وهنا هنشوف عندنا منظمات للتوابل والمنظمات دي بيجي معاها كتعة بتساعدك ان ان انت تثبت المنظمات دي عليها عن طريق خاصية المغناطيس طبعا تقدر ان انت تنظمي في المنظمات دي مختلف انواع التوابل اللي بتبقى موجودة عندك بعد كده هنشوف مع بعض عندنا منظم تقدر ان ان انت تثبتيه في المطبخ او في الحمام وتنظمي فيه مختلف لوازم المطبخ او مختلف لوازم الحمام بعد كده هنشوف عندنا حامل او منظم لادوات مختلف التنظيف زي الممسحة او المكنسة وهو يعتبر من الرفوف لزياتية اللاصق يعني مش بتحتاجي لاي مواد لاصقة عشان تثبتيه على الجدار بعد كده هنشوف مع بعض عندنا رف تنظيم بيجي مسبت عليه مجموعة من المشابك تقدر ان ان انت تثبتيه على الجدار بكل سهولة وطبعا تقدر ان ان انت تعتبره كمانشر صغير واتنشر عليه الشرابات او الملابس الداخلية هنا بقى هنشوف مع بعض عندنا الشماعة اللي تقدر ان ان انت تنظمي بيها البناطيل او الجيب وغير كده تقدر ان ان انت تنظمي الشماعات دي فوق بعض بحيث انك توفري عندك المساحة جوه الدولاب بعد كده عندنا اسفنجة للمواعين وهي بتيجي على شكل سبونش بوب واللي تقدر ان ان انت تنظفي بيها مختلف المواعين اللي بتبقى موجودة عندك وهي بيجي معاها قاعدة كده تقدر ان ان انت تثبتيها عندك على الحود او الجدار وتثبتي عليها الاسفنجة وغير كده شكلها بيكون كيود خالص وجميل بعد كده هنشوف مع بعض عندنا مجموعة من المشابك اللي تقدر ان ان انت من خلالها تقفلي مختلف الاكياس وتستفيدي منها بكذا طريقة مختلفة زي ما انت شايفة كده معايا من خلال الفيديو وهنا هنشوف مع بعض عندنا مجموعة من الفواصل الصغيرة اللي تقدر ان انت تثبتيها عندك جوه التلاجة وتفصلي وتنظمي من خلالها مختلف الحاجات اللي انت منظموها جوه التلاجة عندك سواء ازايز السوسات او علب العصير او الاكياس زي ما انت شايفة كده معايا دلوقتي من خلال الفيديو هنا هنشوف مع بعض عندنا منظم للمطبخ تقدر ان انت تتحكمي بالحجم بتاعه بحيث ان هو يتناسب مع حجم حود المطبخ عندك وبعد كده تقدر ان انت تنظمي بيه ادوات تنظيف المواعين زي الليفة والسلكة او فوتوة المطبخ بعد كده عندنا الكباسة اللي بتساعدنا ان انا نحل كل مشاكل الهدوم او الاحذية وطبعا هي بيبقى ليها كذا طريقة في الاستخدام وكل طرق استخدامها دي هتشوفيها معايا دلوقتي من خلال الفيديو ده هنا هنشوف مع بعض عندنا منظم للصابون المنظم ده تقدر ان انت تثبتيه على اقدار الحمام بكل سهولة وتنظمي بيه ستابنتين في نفس الوقت وغير كده بيبقى فيه مصفة من تحت يعني اي مية بتيجي على السبونة هتتصفى لوحدها جوه المصفة الموجودة في المنظم ده بعد كده هنشوف عندنا منظم للمطبخ تقدر ان انت تنظمي بيه السوسات او التوابل او الزيوت والمنظم ده بيجي عندك على شكل دائري كده تقدر ان انت تحركيه بكل سهولة وتختاري منه الحاجة اللي انت عاوزها وطبعا تقدر ان انت تثبتيه عندك على الرخامة او في دلاب المطبخ وهنا بقى هنشوف عندنا القطع البلاستيك اللي تقدر ان انت تثبتي عليها جوتيون الحلل او المعالي اللي انت بتستردميها وانت بتطبخي وهي طبعا بتساعدك ان انت تحافظي على الرخامة عندك ان هي تفضل نضيفة وان المطبخ يفضل منظم ومرتب بعد كده هنشوف عندنا الطاعة تقدر ان انت تقطع بيها الخضار او الفكهة او اي حاجة انت عاوزها على شكل شرايح متساوية بطريقة بسيطة جدا وهنا هنشوف عندنا منظم للحمام تقدر ان انت تثبتي على اقدار الحمام بكل سهولة من خلال اداة التثبيت اللي بتيجي معاه وبعد كده تقدر ان انت تنظمي به الشامبوهات او الكريمات او العطور بعد كده هنا هنشوف مع بعض عندنا البلانشا او القطاعة اللي تقدر ان انت تقطع عليها الخضار او الفكهة او تقدر ان انت تقطع عليها الفراخ واللحمة وتعملي عليها مختلف انواع سلطات بكل سهولة ودلوقتي احنا شوفنا مع بعض مجموعة متميزة جدا من المنتجات والادوات الحديثة والاجهزة المنزلية الزكية اللي بتساعدنا على ترتيب وتنظيم البيت والمطبخ وغير كده كمان بتساعدنا على استغلال المساحات الصغيرة زي التلاجة او في المطبخ او في البيت عموما وكمان بتوفر علينا في الوقت والجهد وهي في الحقيقة ادوات عملية جدا وغير مكلفة وبسيطة وبتسهل علينا الحياة اليومية وشغلك في البيت وكمان وضحنا ازاي نقدر نستخدم الادوات دي وازاي نقدر ان احنا نستفيد منها بكذا طريقة مختلفة كملي الفيديو معايا لانهايته عشان تشوفي معايا باقي الادوات اللي هتتعارض في الفيديو ده وتقدر ان انت تعرفي ايه هي الحاجة اللي انت محتاجاها لبيتك والمطبخك وهقولك دلوقتي ازاي تقدر تحصولي على المنتجات والادوات اللي شفتيها معايا بالفيديو ده بكل سهولة بطريقة سهلة جدا وبسيطة ولو الادوات اللي اتعارضت في الفيديو ده عجبتك اتمنى انك تدعميني وتدعمي القناة بالضغط على زر اللايك والاشتراك ولو انت عندك اي استفسار عن اي منتج في الفيديو ده تقدر اني تكتبيلي في التعليقات وانا هرد عليك في اقرب وقت ممكن ولو الادوات اللي اتعارضت في الفيديو ده عجبتك اتمنى انك تدعميني وتدعمي القناة دي بالضغط على زر اللايك والاشتراك ولو انت عندك اي استفسار عن اي منتج في الفيديو ده تقدر ان انت تكتبيلي في خانة التعليقات وانا هرد عليك في اقرب وقت ممكن ولو عايزة تشوفي ادوات منزلية جديدة وافكار تانية كتير ما تنسيش تدوسي اشتراك وتفعلي جرس الاشعارات للكل عشان يفصل لك اسعار بكل فيديو جديد ويومي بينزل على القناة ان شاء الله ودلوقتي بقى بعد ما تكلمنا ووضحنا على كل حاجة محتاجة تعرفيها عن كل المنتجات المتميزة اللي اتعرضت معنا في الفيديو ده هقولك ازاي تقدر تحصلي على المنتجات اللي شفتيها معانا في الفيديو ده والادوات اللي محتاجاها في بيتك او في مطبخك وهقولك عن الطرق اللي تقدر ان انت من خلالها تجيبي كل المنتجات والادوات دي بكل سهولة تقدر ان انت تجيبي المنتجات دي بتلات طرق وطبعا تقدر ان انت تختاري الطريقة المناسبة ليكي على حسب المكان اللي انت بتكوني متواجدة فيه فبداياتا كده اول طريقة لو انت عاوزة طريقة معتمدة فتقدر ان انت تجيبي كل الادوات دي عن طريق تطبيق عليكس بريس او تطبيق امازون او تطبيق بنجود او تطبيق اي باي او تطبيق نون بالنسبة لأسعار المنتجات دي فهي بتبقى كويسة وطبعا بتعتمد على حسب الحاجة اللي انت عاوزة تجيبيها لو كانت مثلا منظمات او ادوات عادية للتنظيف او اجهزة كهربائية فاكيد كل حاجة بيبقى ليها سعر مختلف اما سعر مصاريف الشحن فده طبعا بيعتمد على حسب المكان اللي انت بتكوني موجودة فيه يعني مثلا تكلفة الشحن للدول العربية غالبا بتكون غالية شوية اما مصاريف الشحن الفرنسا او امريكا او الدول دي بيبقى سعر الشحن ليها منخفط شوية وبيكون في دول الشحن فيها مجاني فاعتقد ان الطريقة دي بتعتمد على حسب المكان اللي انتو بتكونوا متواجدين فيه بعد كده عندنا الطريقة التانية اللي ممكن تساهل عليكم او تحللكم مشكلة تكاليف الشحن وهي بتكون الانلاين على صفحات الفيسبوك او الانستجرام وطبعا الصفحات دي بتبقى عبارة عن تجار بيجيبوا كميات كبيرة من المنتجات دي وبيبعوها عن طريق الانلاين على السوشيال ميديا وبتقدروا تطلبي منهم المنتجات والادوات اللي انت عاوزاها وبتوصلك لحد باب البيت بمصاريف الشحن على حسب المحافظات وطبعا مصاريف الشحن بتاعتهم بتبقى منخفضة وحلوة جدا مزاي مصاريف شحن التطبيقات اللي قلتلكوا عليها وعاوز اقولك ان طريقة البحث على الصفحات دي بتكون سهلة جدا بتكتبي في خانة البحث في الفيسبوك او الانستجرام عن الادوات المنزلية وبتقدر توصلي لها بكل سهولة اما بالنسبة للطريقة التالتة فهي المحلات الموجودة عادي في الاسواق الكبيرة او في المولات اللي بتبيع المنتجات والادوات دي زي كرفور ورانين وغيرهم من المولات الكبيرة اللي بتكون خاصة بالادوات المنزلية والاجهزة وجهاز العرايس بس كده دول التلات طرق اللي تقدر ان انت تحصلي منها على الادوات دي بكل سهولة وياريت طبعا لو اي حد يعرف مكان عنده المنتجات دي اتمنى انه يكتب لنا في التعليقات عشان الكل يستفيد ويقدر انه يوصل لها بكل سهولة وبس كده ده كان فيديو النهاردة اتمنى ان الفيديو دي يكون عجبكم ولو الادوات والمنتجات اللي اتعرضت في الفيديو ده عجبتكم اتمنى ما تنسوش تدعموني وتدعموا القناة دي بالضغط على زر اللايك والاشتراك ولو عندك اي استفسار في اي حاجة تقدر ان انت تكتبيه لي في خانة التعليقات وهرد عليك في قرب وقت اسببكم في رعاية اللي ترجمة نانسي قنقر